أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي تسع مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأشارت الوزارة إلى أن تلك المجازر رحض حيتها 103 شهداء إضافة إلى 142 إصابة هذا وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 29 ألفا ومائة وخمسة وتسعين شهيدا وتسعة وستين ألفا ومائة وسبعين إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم السابع والثلاثين بعد المائة وقصفت مناطق عديدة في القطاع بالطيران الحربي والمدفعية والزوارق الحربية وتوغلت آليات عسكرية إسرائيلية في حي الزيتون انطلاقا من منطقة تل الهوى غرب المدينة ومحور صلاح الدين جنوبا أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أكملت مهمة إجلاء ثانية من مستشفى ناصر بقطاع غزة ليصل مجموع من تم نقلهم إلى 32 مريضا في حالة حرجة بينهم أطفال وأضفت المنظمة أنها تخشى على سلمة المرضى والأطقم الطبية المتبقين في المستشفى وتحذروا من أن المزيد من تعطيل الرعاية الرامية لإنقاذ حياة المرضى والقرحة سيؤدي إلى وقوع مزيد من الوفايات قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا قال إن مجمع ناصر الطبي لا يزال تحت حصار قوات الاحتلال مما يعرض المرضى والطواقم الطبية لخطر كبير وسط انقطاعاً للماء والكهرباء والأكسوجين وأكد أشتيا على أن على العالم أن يمنع اكتياح إسرائيل لرفح التي باتت وعاءاً قابلاً للانفجار في اليوم 137 للحرب وكأنها تتجدد من جديد اليوم يجري محاصرة مجمع ناصر الطبي مما يعرض حياة المرضى والجرحة والطواقم الطبية لخطر كبير والمجمع بلا ماء ولا كهرباء ولا أكسوجين أكثر من 107 شهداء في الـ 24 ساعة الماضية وحوالي 150 جريح مما يرفع عدد الشهداء إلى ما يقارب 30 ألف شهيد وعدد الجرحة ما يقارب 70 ألف جريح إضافة إلى 9000 مفقود على العالم منع اجتياح رفح رفح الآن وعاء قابل الانفجار واجتياح رفح يعني سقوط آلاف الشهداء يجب منع إسرائيل من هذا العدوان والسماح للمواطنين بالعودة إلى بيوتهم في شمال ووسط قطاع غزة موسيقى